السلام عليكم ورحبا بكم محاضرة جديدة وياكم عمال القيسي اليوم ان شاء الله راح اشرح لكم موضوع بالبلونالوجي اللي هو أتلكتسيز هو موضوع بسيط بس حبيت اشرحها حتى تستفادون من عنده طبعا الأتلكتسيز مثل ما نعرف هو حالة انهدام الرئة شنو نقصد انهدام الرئة؟ يصبح بها حالة كولابس بالرئة برئة زين شنو الصعوبة بالموضوع؟ الصعوبة بالموضوع لازم نميز أنواعه والأسباب اللي تسبب كل نوع من الانواع فأول نوع من هذه الأنواع راح نسميه ريزوربشن شنو معنا كلمة ريزوربشن؟ ريزوربشن ريزوربشن فعدنا هنا ريزوربشن أتلكتسيز شنو معنا كلمة ريزوربشن؟ ري سوربشن معناها الذي يعني يمتص شين نقصد بالذي يمتص هنا عندنا ريئة طبعا هذي اللي نفرض انه هي ريئة ومثل ما نعرف في الريئ ايضا تمر اصابات حوائية برونكوس انه هذي البرونكوس اللي راح تغذي الريئ طبعا راح ترتبط بالتريكيا او الرغامي باللغة العربية على كلين فهنان مثل ما نعرف هنان فهذا كل جزء طبعا الريئة ليغطي خلي نقول جزء من القصبات الهوائية فبالتالي لنفرض لو صار عندنا انسداد لو صار عندنا انسداد في هذا المكان هذا الانسداد راح يمنع الهواء من الدخول الى هذا الجزء من الرئة وبالتالي هذا الجزء من الرئة ما راح يقدر الهواء يدخل له فاش راح يصير هذا الجزء بمرور الوقت الهواء ما راح يقدر يدخل له طبعا الهواء لما ما راح يقدر يدخل اش راح يصير هنا لنعرف أن الدورة الدموية موجودة مستمرة لدينا الشريان أو الرئوي والأوردة الرئوية فالدم يمشي من الشريان الرئوي إلى الأوردة الرئوية ثم إلى القلب في هذه الأثناء يمتص الأكسجين الموجود في هذا المجال الأكسجين الموجود في هذا المجال وبالتالي نعرف أنه هواء جديد مستحيل أنه سيدخل والهواء الموجود تم امتصاصه وبالتالي سيصير لدينا حالة انهدام أو كلابس للرئة سنرمز لها ويجعل أرسمها بهذا الشكل سيصير حالة انهدام للرئة فبالتالي الرئة راح يتم امتصاصها وراح يؤدي هذا إلى حالة انهدام بهذا الشكل طبعا هنا نعرف أنه أيضا الرئة محاطة بالبلورر كافتي فلما راح يتم امتصاص الرئة بهذا الشكل نتيجة الانسداد بالبرونكوس هذا يسموها ريزوربشن أتلكتسيس مثل ما نعرف أنه لا يوجد مجال فارغ هنا في الحقيقة بالتالي راح يتولد ضغط سالب هنا هذا الضغط راح يؤدي إلى سحب البرورر وبالتالي أيضا ممكن سحب التراكيب بنفس اتجاه الأتلكتسيس لأنه راح يتولد فرق ضغط لأنه لما يتم الامتصاص هنا هنا ما راح يظل هذا المجال فارغ وبالتالي راح يؤدي إلى سحب التراكيب المجاورة لموازنة الضغط فهذا ريزوربشن أتلكتسيس طيب هذا أول نوع نجي على النوع الثاني النوع الثاني اللي هو يسموه كومبريشن أتلكتسيس أو كومبريسيف كومبريسيف أو كومبريشن أتلكتسيس كومبريشن معناها ضغط هسه هذا قلنا ممتص أو امتصاص امتصاصي هذا ضغط هذا شو وقت يصير عندنا هاي الحالة من الأتلكتسيس تحدث عندنا لما يكون عندنا لنفرض هذا طبعا البلورال كافتي وهنا هنا عندنا الرئة هذا الأتلكتسيس يحدث لما يصير عندنا شي يضغط على الرئة مثال لما يصير عندنا تيومر في هذه المنطقة هذا التيومر راح يضغط على الرئة ممكن في حالة لما تتجمع سواء بس أكثر شي لما تكون تراكيب صلبة مثل تيومر أو مرات في حالات لما يجمع عندنا هواء في هذا المجال في حالة النيموثوراكس وبالتالي أيضا راح يدفع الرئة وبالتالي راح الرئة تتجمع بمكان واحد يصير بيها أتلكتسيس أو انهدام طبعا بس هنا المصطلح الأتلكتسيس هو انهدام الرئة والذي يمنع معه التبادل الغازي وبالتالي هنا هذه المنطقة راح تكون الأسناخ الهوائية الوحدات الوظيفية للرئة راح تكون منطبقة على بعضها وبالتالي ما راح يصير بيها تبادل الغازي فهذا الكمبريشن أنه لما يصير ضغط يؤدي إلى انهدام طبعا ممكن جزء أو ممكن الرئة كلها لما يكون تيومر هذا راح أدي إلى انهدام جزء لما يكون يوموتولكس ممكن يؤدي إلى انهدام الرئة بالكامل هنا طبعا هذا الضغط هنا عكسي الضغط الداخلي زايد هنا ما صار فرق بالضغط قليل أو الخفاظ بالضغط داخل التجويد بالعكس صار عندنا زيادة بالضغط داخل التجويد فممكن يدفع التريكيا إلى الاتجاه المعاكس طبعا هذه التريكيا الرغامي يدفعها إلى الاتجاه المعاكس لأن هذا الضغط راح يدفعها إلى الاتجاه المعاكس للمنطقة الصاير بيها الأتلكتسيس وهذه أيضا لازم نخليها ببالنا نبقى عندنا النوع الأخير اللي هو ال contraction من contraction معناها منقبل يقصد شنو بي لما الرئة لما عندنا هاي طبعا plural cavity أو تجويف الجنب وعندنا الرئة لما هذه الرئة يصبح بيها fibrosis في هذه الحالة أي تليف راح يؤدي إلى انكماش الرئة بهذا الشكل راح يؤدي إلى انكماش الرئة فهذه الحالة أيضا يسموها أتلكتز لكن تختف عن الحالات الثانية هذه ما بيها أنه شي ضغط على الرئة لكن هذا الانكماش اتم من داخل الرئة نفسها لأنه اتجمعت مواد ليفية أو تليف صار بالرئة لأمراض متعددة أغلبها راستركتف لانج ديسيز اللي هي تسبب فيروسيز أو تليف في الرئة وبالتالي راح تنكمش بهذا الشكل فهذا يسموه كونتركشن أتلكتزيز فريب ريزوربشن يتم نتيجة أنه أو انسيدات كونتركشن نتيجة اللي يكون شي ضغط على الرئة والكونتركشن نتيجة إلى أنه صار فايبروسيز والرئة انكمشت على نفسها فهذا موضوع حبيت أشارككم به شكرا لاستماعكم ورقاكم في فيديو آخر يا الله السلام عليكم